لا الأحمال عنده لدرجة مرهقة مفيش حاجة اسمها قسوة في الانضباط انضباط يعني انضباط لا فيه لا قسوة ولا فيه ما ينفعش نوصف الانضباط ما ينفعش بالإضافة للحمل البدني أو الحمل التدريبي ده علم أنا ما بألفش ده علم أمه ليه دايما بتتقال عن كابت الحملة أولان بالزيت ما نحو أولي لحدك الحملة ما فيهش ظرف الملعب ما فيهش ظرف الملعب دي نمرة واحد نمرة اتنين أنا بطبق العلم اللي أنا درسته واللي أنا شفته واللي أنا بدرسه بطبق العلم على فرقتي ما للأسف للأسف غير المتعلمين للأسف لما بيديره أكيد كنت عايز تقول اللعيب المصري اتقم مصت شخصية كابت الحلم طولان بتوقعت الإجابة اللعيب المصري عايز الملعب تحت السرير أخي ده لحظاك إزاي مش عايز يبزل مجهود أيها عايز ياخد فلوس عايز يلعب عايز يشارك من غير تدريب من غير أي حاجة وده مش احتراف إزاي تغير العقلية دي لو بيه السائدة أنا ساعدت جدا من حازم إمام حازم إمام الكبير ده برضو كمعاه في الناشئين 15 سنة فلما سافر أودانيزي وراح احترف هناك ورجع فكتب في المصر اليوم إن أنا بالرغم من قسوة التدريبات بتاعت كابتن حلمي تاعت كابتن حلمي لكن عرفت قيمتها لما سافرت بره ايطالي بيفكر في اسم الكابتن حلمي طولان مرشح وإن كنت قلت بعدها الكابتن طلعت محرم الاتجاه إن هو يكمل وفرقه بيتقال برضو بعد رحيل الكابتن والله أنا أنا زي زي حضرتك كده بسمع لكن أنا ما فيش أي اتصال من أي نوع حصل معي الحقيقة ما فيش خالص ودي فترة مناسبة لتولي مسؤولية فريق لأنك في فترة انتقالات دول متأخرين دول متأخرين يعني لهم عايزين يجيب مدرب مش شرطانة مفهول يجي من بدري أي اللي اتنين تمام يعني يجي من بدري عشان يبقى عنده الوقت الكافي إنه هو يعد التيم بشكل كويس يشوف متطلباته واحتياجاته عشان يقدر يسد الصغرات يقدر يجمع نقط لكن هما متأخرين جدا الفرقتين بصراحة في إنهم يحصلوا على مدرب يعني أنا مش شرطانة مفهوم مفهوم تماما مدرب يجي يجيب السفقات ببعينها في فترة انتقالات شتوية ولا سفقات تيجي والمدرب يجي يدربها طب هتحسبني إزاي يعني حضرتك أنت اللي بتجيب لي الصفقات وممكن تجيب لي الصفقات أنا مش مقتنع بيها مظبوط طب هتحسبني إزاي هتحسبني إزاي كإدارة بتحسب مدرب طب أنا المفروض المدرب هو اللي بيختار العناصر اللي يدربها حسب فكره وحسب طريقة لعبه وحسب أسنوب لعبه مش كده أولي إيه نعم وبعدين أنت بعد كده تحسبني لكن أنت بتختار لي اللعيبة وبتختار التوقيت اللي أنا أدرب فيه نعم وبتقول لي خد درب دول طب قفض ده أنا مش مقتنع بيهم هعمل إيه مفهوم هتبقى أنت خسرت كتير جدا هتبقى خسرت فلوس كتيرة جدا مفهوم على اللعيبة ممكن ما تلعبش مفهوم دعبة كده سريعة مع بعض